كابتن بلال ألف مبروك فوز غالي وبطولة غالية زي ما قال معلق مبارا وبعدين يأهلي معاك صحيح تاخد كل مبطولة تصيف حاجة لحد لا احنا ما بنسيبش هكذا حاجة حاجة طبعا مبروك للأهلي مبروك لـ 83 مليون أهلاوي على مصري من إضافة للـ 10 مليون اللي بره مصري بيشجعونا سوى إذا كان في الدول العربية أو في شتى أنحاء العالم يبقى أنت عندك 93 مليون أهلاوي النهاردة مبسوطين هل يعقل أن 93 مليون أهلاوي يراحوا زعليم هل يعقل أن 93 مليون أهلاوي يا كابتن أسامة يتكتب تاريخ في حضورهم في وجودهم هل يعقل أنت تكتب تاريخك في حضور النادي الاهلي nano 89-33 مليون من الإحصائيات من الإحصائيات معروفها كابتن يعني اكتب أي حاجة كده رقمية واتشوف الجمهور الله لها حكم المباراة محمود البنة وبصراحة كان هو والفار تسبب في عدم إعطاء النادي الآلي حقه في ضربة جزاء واضحة جدا 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 كانت ضد علي جابر يمكن علي جابر النهاردة عمل رغم خياسي يعني كان ممكن يضطر تلات مرات ايه صحيح انذر وانذرين وضربة جزاء لنا يتغضى عنها الفار بس يعني اللي على الفار مش مصريين فيعني هنعذرهم او هنعذر لو النتيجة تعادل لا دربة جزاء او راكلة جزاء مؤسرة يعني دي كل واحد حقه اكيد وحقك تاخده هدف تاني هنه الماتش مصبوك تارب وكرت احمر بكل المقاييس اللي يستحق النهاردة انه يلقب بطولة السوبر بيرامدز اضاع اضاع ولكن انت لو انت ضيعت لا ضيعت اسهل من الفرص اللي ضعاها بيرامدز يعني انت جات لك تلات انفرادات بعد ما سجلت الهدف كان ممكن تسجل منه كان ممكن تسجل منه هدف تهدف تاقي وتنهي المباراة وتخلصت ملعب فتحة بطريقة غريبة وكورتين 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 تلاتة يا جماعة اللي جوان دي كلها لا احنا برضو درس اللي عبتنا خب دالك لا يا جماعة لما يجي فرصة انك تسجل سجل لان في الدقيقة مية وتسعتاشر جات فرصة لبيرامدز انفراد لو لا تقلق الشناوي كان ممكن موراحت الركاب كان ممكن دلاتة بنعب ركاب ترجيح فالنهاردة دي درس اللي عبتنا كلنا يا جماعة كاسبان لا لازم تأمل مكسبك احنا مش عايزين مش هنتكلم في سلبيات النهاردة ولكن يعني هنقول مبروك للأهلي طبعا بطولة جديدة لقب جديد للنادي الاهلي تحط في دولابو لقب جديد لجمهور النادي الاهلي يحتفل به نهاردة يا جماعة منظر الجمهور رؤع جدا 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 يعني احنا الناس كانت لان اتقول لك ايه ده نص الاستاذ هيبقى فاضي لأ نص الاستاذ مين انت ممكن تجيب استاذ على استاذ تاني عشان تقدر تكام فيه جمهور النادي الاهلي يعني واخد بالك ده انت فيه في 48 ساعة جمهور الاهلي اشترى اشتاذاكر ودخل الملعب وكان موجود وكان موجود في صورة جميلة جدا 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 يا جماعة مش عايز يمشي ومش هيمشي دلو احنا عاديين حاملين هم الجمهور ده ايه ده فاكرة انا احنا عاديين بنسرج على المنظر ده يارب نكسب عشان الناس دي بس اللي موجودة هناك كمان اه طبعا واللي موجودة هنا اللي موجودة في الوطن عربي كله هي دي الحكاية هي دي القصر والولاد فعلا من الشوت اخر الشوت التاني والتالت والرابع كانوا هم اللي سايدين عطر انت يا جمهور بيديك دافع كبير جدا حتى لو يعني لو انت لقدر لها ما عندكش امكانيات بدنية بيديك بيديك روح حالية جدا يعني انت النهاردة بص البرامد زلالي مش لتنين لعبين زيه بعض تمام بص الفرق السبيرت اللي موجودة عند العيبة نادي الأهلي والأداء اللي بلعب بلعبة برامد زلال الروح القتلية مختلفة تماما عندك 40 ألف واحد فلستاد يحركوا الصخر يخلوك انك جصب عنك عايز تجري عايز تكسب عايز تقاتل تماما عايز تاخد كل كورة عايز تسجل هدف عايز تطلع من الملعب تقول انا عملت اللي علي وفي الاخر توفيق ربنا سبحانه وتعالى مع المجتد توفيق ربنا سبحانه وتعالى بيروح للاجتهد اكتر للحارب اكتر للدافع اكتر للي كان يعني بيقاتل اكتر اكتر رغبة اكيد اكيد طبعا ده وضع طبيعي جدا انت كابتن عام النهاردة تكسب وتكسب مستريح انت حتى كمان يمكن ممكن لو لو كان مستر كولر تعامل مع المباراة بشكل مختلف من البداية كممكن نتيجة تروح في حتة ثاني خاص السناني يختلف تماما الهدايا يبقى مختلف وانت اهدفك يختلف وتعالى عماتش حلو قوي وتسجل اهدف وتبقى انت مسيطر على المباراة مش مهم يعني هو يعني خلاص هو تدرك الامر وعمل التغييرات الجيدة وليعب بشكل كويس وشكل الاهلي بأفضل وحتى في الاول في النهاية المباراة خلي بالك برضو غير الاسلوب اه طبعا وانت بتقول حتى في النهاية المباراة لما اقفل نص الملعب انت كتك تغير تربع فرص انفردات انفردات حقيقية حسين الشحات كورتين وكهرباء كورتين اي كونتور اي كونتور اتك انت رايح من نص الملعب معشان كده كابتن شريف احنا بنقول ايه يا جماعة يعني ده درس ليه انت رايح لبطولة اهم من البطولة دي البطولة دي مهمة وكل حاجة ويعني هو بطولة وبطولة للنادي الاهلي وفي دولاب النادي الاهلي لكن انت رايح لبطولة بطولة افريقيا البطولة اللي احنا محتاجين البطولة اللي احنا عايزينها البيتقول إحنا ظلمنا فيها الموسم الماضي السنة اللي فاتت فانت رايح لماتشات صعبة جدا كل فرصة بتجيلك لابد إنك تستغلها لا بد لا تعود استحالة كابتن يا كابتن أيما إنت سجلت هدفين في القاهرة صح كان مردود منك إزاي كان مردود منك إن الفرق نازل ما تسربعهم استعجلهم فيه تشتت فانت النهاردة رايح تلعب قدام فريق طبعا مفترض إنه أكثر خبرة خد بالك إنت المباراة النهاية دي مش بيحكمها برضو إنك أنت عندك لعيبة حلوة لا بيحكمها إنك عندك لعيبة خاضة المباراة دي كابتن أيما المباراة النهاية لها طبع مختلف غير المباراة العادية صحيح النهايات اللي بيجي أو اللي بيلعب كتير النهايات ببعنده خبرة النهايات إمتى هيهد الرتم إمتى هيصرع إمتى هيعرف يكسب إمتى هيجيب جوال يعني الأمور بتبقى مختلفة كابتن بلال معاك بقى الميكروفون دلوقت لحظات تتويج الكبير بالبطولة بالبطولة سوبر المصري رقم 13 والبطولة التانية الميستر كولر سوبر مصري بص ميستر كولر في 8 شهور ميستر كولر جاب 3 بطولات ميستر كولر إلى الآن ماشي بنسبة 100% 100% مصبور سوبر مصري كاس مصر سوبر مصري تاني في 8 شهور أول دوري عام يعني أنا أعتقد إن شاء الله من الدوري قد حسم بنسبة كبيرة للنادي الألي وصل دولار 4 لو كان كابتعدل هنا كان أقل لك إزاي تحسي ما بلاي ما لقسم عارف أنت حين وصل دولار 4 الحمد للبطولة دولار 4 هاي